بعد صدور تشريعات جديدة خاصة بالتعاونيات الفلاحية تم إنشاء العديد منها وبعض نشاط أخرى كانت متوقفة وجعلها تحيا من جديد لكن في المقابل تتواجد تعاونيات قديمة لها هياكل ومنشآت مهزورة والعينة من جزل إنهم اللي طاحوا الشي اللي طاحوا فيه هم أولاو الكونساي مثلا مجلس تسير ليسمه مجلس إدارة أو مجلس تسير ولو يديه بكريدي مثلا تربية الدواجين وذا تربية الأبكار ولو يديه بكريدي وكي يديه يخدم بإمبانة مثلا تربية الدجاجة لللحم أو يصل يديه بكريدي وصلتها لخمسمائة مليون بش يديه بإمبانة خمس آلاف وم بعد ما يصلكش تعاونيات وهكذا ولولي مليار عندها عندها يعني ديون عند منخريطين أو غير منخريطين اللي خلال بعد وليس ما عندهاش ما عندهاش يعني ركم عمل ما ما عندهاش درحم رسولات درحم ما بكوش عندها مال باش يسير المدير هذا تعاونيات مليحة بزاف المربي والمربي على كدما يكونوا منخارطين في التعاونية على كدما يكون الخدمة أسهل يعني بنايات ومقرات مغلقة وأخرى تغطيها الأحراش بسبب الإهمال واللمبالات من طرف مهنيين في ظل غياب الرقابة وفي مناطق أخرى هناك تعاونيات لا تزال تصارع من أجل البقاء نحن كمهنيين والقانون واضع عندنا الآن تعاونية جديدة رأي جهت واعتمدت مؤخراً لأنها تستغل فقط في المجال كما يقولوا وزعت لأجله وهو إطار العمل التعاوني أودت نشاط التعاونيات ضروري لمرافقة الفلاحين وتسويق منتجاتهم فإعادة تنظيمها يستلزم التفاتة أكبر من طرف الجهة الوصية